وفي الشارق انطلقت الصباح اليوم الثلاثاء عملية التصويت لانتخابات المجلس الاستشاري المتاحة إلكترونيا وحضوريا في تسعة مراكز انتخابية واستقبال ملحوظ بعد إتمام التجهيزات كافة والتسهيلات المدعمة بأعلى معايير الدقة والشفافية وبدأ اليوم خمسة واحد وخمسين الف وستمائة وسبعة وثلاثين ناخبا وناخبة من أعضاء الهيئات الانتخابية بالشرقة مرحلة التصويت لاختيار خمسة وعشرين عضوا يمثلون نصف أعضاء المجلس الاستشاري للشرقة من بين مائة وثلاثة وتسعين مرشحا من مختلف مدن ومناطق الإمارة وشهد الموقع الإلكتروني المخصص للتصويت إقبالا ملحوظا من مواطني إمارة الشرقة المسجلين بالهيئات الانتخابية منذ فتح عملية التصويت والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى ثامنة من مساء الخميس السابع من ديسمبر